مطار العريش بيستقبل طائرات مساعدات قادمة من الهند ومن قطر لقطاع غزة ومحملة بالأدوية والغذاء والملابس خليني ناخد معنا على التليفون بعد شوية هناخد معنا الأستاذ محمد عزمي عضو مجلس إدارة إلال الأحمر في شمال سيناء وهو أحد المسؤولين عن استقبال المساعدات الإنسانية في مطار العريش حضرتك شايف قدامك دي بعض من يعني الصور أو الفيديوهات ده معنا أدق للطيارات اللي جاية من الهند الطيارات اللي جاية من قطر ولنزلة مطار العريش شمال سيناء جمهورية مصر العربية زي ما حضرتك شايف طيارات عسكرية بتنزل في مطار العريش تحت الحماية المصرية تحت السيادة المصرية لإيصال المساعدات إلى القطاع القطاع الذي يتعرض للمدابح وللمجازر دي قدرات مصر هنا لازم تبقى شايف كويس جدا جدا الخط المصري من يوم 7 أكتوبر أنا مش بس هحكي لك اللي حاصل من 2014 حصل في 2014 زي ما أنت تتذكر عدوان ومجزرة كان مجارة العادة للأسف من الكانو الصهيوني على أهلينا في فلسطين في 2014 كان فيه مجزرة غزة وبدأت هنا مصر التدخل بمنتهى القوة والحسم واحد لإيقاف إطلاق النار اتنين لإثبات تسبيت إطلاق ووقف إطلاق النيران ثم فيما بعد ذلك مصر قطعت شرط ضخم جدا في مسألة التوفيق ما بين الفصائل الفلسطينية أو المصالحات الفلسطينية وبالفعل مصر نجحت في ده